بصوا عشان بس يعني فيه ميزانين هنا فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيه التنافس فيه الطموح فيه ان انا حاطت قدامي هدف فرا هدف فرا هدف انا كأب وكأم او كمربي وبعدين اولادي اعلمهم امه كمان يتترجوا في العلا ده حلو جميل وفي ذلك في ايه في امور الدين كله وفي ذلك فليتنافس ابص اللعلة مني فيه واسعة ان انا اكون في مكانة افضل عند الله في امور الدنيا لها مقيس لها قدرات للطفل يا كل ابو كل ام بالله عليكم اسمعوني ده انت عندك اولادك ذات نفسهم كل طفل له قدرات مختلفة عن الطفل عن اخوه ده مختلف ده عنده الملكة ده عنده المهارة لا ده عنده ما بيجيش بالكلام ده بيجي بالطبطبة ده بيجي بالاحساس فطريقة ان انا اغر السلوك او ان اصحع عقيدة او ان انا حط اسلوب طربوي صحيح لا اولادي سواء في دين او في التعامل مع الحياة محتاج الاسلوب من افشل الاسلوب من افشل الاسلوب من هنا بقى الحلقة خلصت خلينا نقول الكلمة دي الف مليون مرة معاينين بحبش اقول كلمة فشل ونقول للمضادلية لكن فعلا من الاسلوب الخاطئة السيئة كلمة نمل المقارنات نون نقد 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 بدون معرفية ده بقى مش عارف وطفل ايه صح ده انت عملتوا انكتني ايه صح ما بتدلوش البديل غلط وليه ليه كده بكوزة يصص قدتن عشان انا اب وانا ام فانا قلت كده فهو ده هتعمل غلط النقد اللازع نقد السلبي بدون توضيح الاسلوب الصح احنا ما بننقوطش ولكن تقول الاسلوب ده مصح وكان الاسلوب بتاعتها كذا والاداة من ادوات التربية اللي هدحرج الفكرة اللي هنمي بيها عضلت الموقع طب انت انت كان ممكن يحصل ايه طب ايه اللي كان صح هيقولونك حلول انت ذات نفسك مكنتش تعلامي بيا يبقى النقد الميم مقارناة وده عنوان النعام شفت بنعمك شفت بقى ابن نعمتك شفت بقى بنت خلتك عم amplitude ايه أو صاحبهتي وجابت احسن مننك ماما جبت جبت 99 أوه صاحبهتي جابت كم من 99 دي اشتر منك ixes انت مش شايفة الإنجاز اللي حصل ما شافتش النجاح لأ هو أنا عايز وعايز 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 فابتدي مقارنة مقارنة ونقض ونقض وبعدين لهم بقى الكارثة في المقارنات على فكرة موضوع العقاب المصاح العقاب مش شرط يكون ضرب قولك لا ده أنا أبي تربان بضربش ممتاز لكن انت بتقول كلام أسوأ من الصوت ومن الضرب بتدي نظرة كده ياه تخلي الطفل يقول كده انت عارفين خطر المقارنات ايه خطر المقارنات مصيبة جدا طفل عنيف طفل بينسحب تدريجيا من الأب لهم معين الأب لهم أصلا ده أولاد أطفال لسه استحالة يسبوني استحالة يستغنوا عن لا لا ينسحب الطفل أصلا عاطفيا من الأمر العنف المصاحب مش العنف الجسد لأنه ممكن يكون أب وأم لك ما بنضربش أيوة لكن انت عندك عنف لفظي عندك نظرة كلها عنف وكلها سلبية تودي ابنك مش عايز بصوا بقى كمان ودي من أخطر النتائج السلبية الموضوع المقارنات غل وحسد وانتقام من الشخص اللي انت بتكرنه بيه يبقى ما وش عايري فيه حتى لو قلت شفت أخوك كره أخوه وده اللي حسن مع أخوة يوسف ما فيه كارثة شفت أختك كذا أهو البنات أحسن شفت كره البنات وكره البتاعه وعنده بص كلها ما شوف بنت يمسكها ويدرابها مرة أنا في حالة من حالات طفل خمس سنين أمه دايما تشوف أختك 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 شوف أم جاي خل أول ما شاف مجموع البنات كنا في نادي صيف إسلامي بقى أم جاي مسك البنات أي البنات ثلاث بنات من تكلين من كتابهم والعبدة طلعة بدهم الله يلا غزيمة وإيه بسبب أما شفت أم أنت كذا شفتوا ده دول البنات البنات ده ما أيقنتش في الأول لكن في نهاية اليوم عرفت يا بتعمل إيه فيبقى غل وحسد وانتقام إنت بتعمل إيه في ابنك إنت بتعمل إيه في عيالكو كل ده عشان إيه أنا ممكن أجيب صورة حلوة وأحط لسه ما كنت بكلمك قبل البتاع نحط قدوة نحط رمز قيادي جميل من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مواقف للرسول عليه الصلاة والسلام ونحط قدوة يحتازي بيه يبقى أنا حط أمل أنا مش جميل ارفع سقف توقعاته ولكن بشرط إنه على حسب قدرات ابنك لإنك الأولاد ذات نفسية اللي جاين من بطن واحدة وإخوات كلهم واحد مختلف عن التاني فراعي القدرات